أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهوى الحديث ليجل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا دسل عليه آياتنا وان لا مستهبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقأرا وبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا صالحة لهم جنة النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في أرض رواسي أن تميد بكم وبس فيها من كل داب وأنزعنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا حق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في الظلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإن قال الغمان لبأنه وهو يعيذه يا بني لا تشرح بالله إن الشيك لذلم عزيم وهو سين الإنسان بوالده حملته أمه وهنا على وهن وفي سؤاله في عامين أن يشكر في عامين أن يشكر لي والوالدك إلي المسير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك بيع فلا تبعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكون يسقى لحبة من خرذة فتكون في صحرة فتكون في صحرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الوالدك الخبير يا بني أقب الصلاة وأمر بالمأروف وأمر بالمأروف وانهى عن المنكر وانهى عن المنكر واسبر على ما أسعبك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خذك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مهداد فخور وقسد في مشيكا وهبدا من صوتك إن أنفر الأسوات لسوء لسوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبعه عليكم نعمه ظاهرة وباقنا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قلوبا نتبع ما وجدنا عليه أباءنا أولم كان الشيطان يدعوهم إلى العذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة فقد استمسك بالعروة البسقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يهزنك كفره إلينا مرجعهم فنؤفا ننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات شدور نمتعهم قليلا ثم نغطرهم إلى عذاب أغليد ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أغثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الوني الحميد ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبهر يمده من بعد سبعة أبخور والبهر يمده من بعد سبعة أبخور ما نافذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سمع بسير ألم تر أن الله يولد الليل في النار ويولد النار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعونا من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البهر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ يوعيش يوم موج كالذلل دعاهم محرسين دعاهم محرسين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتسد وما يجحد بآياتنا إلا كل خطر كفور يَا أَيْوَا النَّاسُ تَقُوا رَبُكُمْ وَخْشَوا يَوْمَا لَا يَجْزِي وَالِدٌ وَالِدٌ أَوْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ وَلَا مَوْلُودٌ وَعْجَازٍ عَنْ وَلِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَكُمْ فَلَتَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَهُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ إِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْسِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا ذَا تَسِبُ وَذَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيْ أَرْحِزٍ تَمُوتِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ صدق الله العظيم